السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوزيان للطبخ إذا راكم تشوفوا في القناة لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زل الاشتراك اللي رات تحت باللون الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أي حاجة جديدة نديرها توسلكم نروحوا مباشرة للوصفة في الوصفة اليوم غادي نوري لكم عجينة مورقة بطريقة بزاف سهلة ونوري لكم كيفاش تحتافظوا بها في المجمد ونوري لكم تاني كيفاش تخدموا كمية كبيرة أنا أخدمت كمية 6 كيلو من العجينة المورقة ونوري لكم تاني الأسرار والأخطاء اللي توقعوا فيهم من تكونوا طيبوا في العجينة المورقة ولما يخلوها جديكم شاب في الوصفة اليوم غادي نحتاج ثلاثة كيلو ورطل مارغارين توريق أي نوعية مهم تكون نوعية شابة نستخدم هذه يعني كيلو ورطل بتاع مارغارين هذه الكمية غادي نديرنا 6 كيلو تعال العجين المورقة يعني 3.500 جرام 3.5 طول عندي هنا نصف كاس الزيت عندي هنا نزج ملعار كبيرة عن الخل عندي هنا كيلو تاع فارينة وعندي الماء لنجمع العجين هنا الماء الفارينة كيلو وقدرت فيها شوية تاع الملح هنا فقط نبدأ نعجن بالكيلو تاع الفارينة بالكيلو بالكيلو وتنكمل أول حاجة نديرها هنا نرفيها الملح سوف نزيد ندلها الزيت ونزيد ندير هذا الخل تشوفوا ندرت الزيت ونزيد الخل هنا كما تشوفوا جربت الباتران تاعي أنا أريد أن نستخدم في الباتران تقدموا أنتم على الجنوب اليد كما أدرت معكم خطائفات فقط من ذلك عندي كمية كبيرة سنعجنها هنا في الباتران كما نشعل الباتران تاعي ونجعل الباتران ونجعل كامل المقادية تدخل في بعضهم يعني الفارينة والزيت والخل يدخلون ماء في هذه العجينة نجد الماء مقادية تخلطها في بعضهم نجد الماء ونبدأ نفرغ الماء يكون بارد عادي لا يكون شدا فيه نفرغ ونجعل الباتران تاعي ونجعل الباتران تاعي يدور يدور في طريق سوف نزيد الماء كما قلت لكم تقدروتها على جنوب يدكم عادي انا فقط ندير كمية كبيرة باش ندير بالخف هنا الصعيزة ترها الماء كما تشوفوها تحسبوها سوف تلسق من ذلك نقعد غنجم فيها نخلي البيتراء دور معي مليح مليح سوف يوحدها تحكم روحها وتولي لأ جينات رأيه سوف تكون رأيها نقلحها من هذا البول تعلب البيتراء سوف نحن نقلحها سوف نظروا هنا كيفية تأتي العجينة لا يوجد قصة لأنها تأتي هذه العجينة حضرتها في تطبيق الأعمى سوف نبدأها كريم ندرك فيها الضغط سوف نقلحها لوجه طريقة طريقة سهلة سوف نظروا كيفية العجينة هذا هو القوامة التي يجب أن تحصل عليه في العجينة كيفية هذا سوف نقلحها سوف نتحصل على العجينة سوف نقلحها هذه العجينة هي كيلو اسمها هذه هي كيلو هذا ما نقلحها على كل سنة كرام تولي كيلو كبيرة العجينة لأن هذه العجينة سوف نحكومها سوف نقلحها أجلت البلاستيك الغذائي نضيفه معي اضعته هنا بالبلاستيك نضيفه بالبلاستيك ما سوف نضيفه بلا ما هي سوف نضيفه غير شوية سوف نضيفه نحضر الزوج كما هذه العجينة نضيفه زوج خطرات يعني كي اضيفه ثلاثة كيروة العجينة يعني كي اضيفه ثلاثة ثلاثة نضيفه ثلاثة العجينة نريد كيف يحصلون على ثلاثة العجينة كما هكذا هنا سايرانيكملت ووجد ثلاثة العجينة هذه العجينة اللولة التي اخدمتها نشوفه كيف شريحة هي طريقة وهذه التالية لا تزالها مشى كما اخرى نجدهم قليلا هذه العجينة اللولة التي تصدرها هي هي التي تبدو بها دروك نجدها على الجهة يريحوا ثاني و هنا العجينة التاعي بعد ما قلعتها دروك نجد نتخلص من هذا البلاستيك الغذائي فقط هنا شوية ساقلي سنجده دروك الكوبات كي نكسموها على زوج شوفوا كي نكسمها على زوج كيف هكذا الطريقة نضيفها نضيف عجينة واحدة والعجينة الزوجان نغطيها بلاستيك الغذائي و نضيفها على جهة يعني نخدم غيب النص باش ما تغبنيش من كل حل فيها يعني باش جيني طريقة سهلة كما هكا هيا شوف العجينة كيف شبه هنا نجيب نصتها للعجينة التاعي و هناك زبدة التوريق كسمتها على زوج يعني سنضيف منها 250 جرام هي فيها 500 جرام سنضيف منها 250 جرام يعني لكل 250 جرام نضيفها نصف عجينة يعني كل 500 جرام نضيفها 250 جرام يعني كالعجينة كسمتها على زوج و كما هكا نجيب هذا العجينة التاعي هنا تنجمه تضيف فارينة أو تضيف ميزينة سنحلها بها تقدروا تضيف فارينة يعني لا تكتروا يعني لا تكتروا بزاعة و نحاولو نعجن هذه العجينة التاعنا على السمك يكون رقيق و تكون هذه العجينة التاعنا تكون مستطيل ولا مربع يعني لا تكون عدش مدورة و هنا نجيب ذاك الزبدة التاعنا اللي كسمناها على زوج و نبدو نرابو فيها هنا هكا بها التطريقة طريقة بزاف سهلة على كامل العجينة التاعنا و من الأحسن تعني نعمروا الأطراف لكي لا تكتروا لا تكتروا الأطراف كما تشاهدون أن يتمشى معها على وجهة هذه العجينة التاعي حتى نكمل هذا المارغارين التاعي بعد أن أكملت هذا المارغارين التاعي شوفوا دروك بالتفصيل سوف نجيب هذا الطرف و نلويه كما نقوله نديرو حربوش كما كنا نديرو حربوش كما نديرو معكم المعجنات و المملاحات كما هكا ندور فيها بطريقة عادية هذه الطريقة بزاف سهلة و ندور و ندور ما بغيتش نسرع الفيديو باش تفهمه مليح ندور ندور كما هكا نحاول نسجمها غاية نشوفون يديرو تحربوش دروك نبلع دوك الأطراف و ندورهم من الجهة من الداخل نبلحهم و نزير عليهم مليح و مم هذي كل العجينة اللي وراني الأخر نبلحها و نبدأ هكا دروك باليد التاعي نبسط فيها غير شوية قبل ما نستعمل الحلال هنا دروك نجيب الحلال و الراق التاعي و نبدأ باش نوراقهم في الواسطة هنا ببرك هناني باليد التاعي طريقة بزاف سهلة هنا دروك بالوراق و نبدأ نحل فيهم هكا بهذه الطريقة يعني ما نحلهاش بزاف بزاف فقط باش تدخل ذاك اللون الكاري المستاطر و باش هذه الزبدة شوية تدخل الداخل كما هكا شوفوا كما هكا نبدأ نحل فيها و نبدأ نسجم فيها بالإسباع التاعي نحل و نسجم دروك نزيد نوراقين شوية بطن شوية من الهيار في الوسط هو ليعليه العمدة نبدو نورقوها هكا في الوسط بهذه الطريقة دروك نجيب هات العجينة التاعي نقلبها عفوا نقلبها على الزوج نقلبها على الثلاثة يعني هكا الطرف الأيما نديروه في الوسط والطرف الياساء نديروه ثاني في الوسط دروك تحصلنا على ثلاث أطراف كما هكا ندرك نفس الأعمالية اللي درناها اللولا نعاودها دروك كما هكا نقعد نعجل نورق فيها الفيديو را موضح لكم كل شي نديرها على شكل مستاطيل بالطول يعني نورقوه بالطول لو لكن نورقوه بالأرض دروك بالطول بجتيك الزبدة تدخل على كامل هذا العجين التاعي كما هكا طريقة بزاف سهلة ومور ما تكملوه هنا كما هكا أنا فقط اقطعت الفيديو بيش ما يجيكم شطول بزاف نعاود ثاني هكا بالتفصيل هكا نورقها غاية بجتيك الزبدة تدخل كما هكا دروك نزيد نورقوه هكا في العرض شوية نبدأ ندور فيها هكا بعدما نشوف لأطراف تاني يورقتهم غاية نجيب هكا العجين التاعي نقلب هذا الطرف في الوسط كما ددنا ضربة اللولى في المرة الأولى نقلب هذا تاني في الوسط والعجين التاعنا هكا راهي واجدة شوفوا هنا كما هكا هنا صاير العجين التاعنا وجدة هنا غدي نكسمها معاكم في الواسط شوفوا بالخدمي باش شوفوا داك التوريق كيفاش يخرج طريقة شفتو بزاف سهلة وعملية هنا فقط ان شاء الله يبان لكم خاش دفوا مين نقدم الكاميرا مع الضوء يبانوش غاية سشوفوا من بعدها تبان يبان داك التوريق من بعدها هدي هي العجينات تاعنا شوفوا من بعيدة كيفاش يبان داك التوريق طريقة بزاف سهلة وعملية أنا هاد العجينات نفس الطريقة اللي درتها لهاد العجينات غادي نكمل كامل العجينات اللي وريتهم معاكم يعني دوك ستة ثلاثة تالعجينات غادي نقسمهم على الزوج كل واحدة نقسمها على الزوج يعني ادلي ستة وكل واحدة ندل هادك المارغارين بنفس الطريقة حتى نتحصل على ستة كيلو تالعجينات المورقة بطريقة سهلة شوفوا هنا درت لها الفيلم المونتر درت لها هادك البلاستيك الغدائي باش نوري لكم دروك كيفاش نحتفظ بهاد العجينات وتقعد لنا لأكثر من تلت شهر احتر ربع شهر في المجمد التاعنا هذه العجينات تاعنا لانا كملناها شوفوا كيفاش جات لهم مبارك ما شاء الله جات بزاف شابة ومام غادي نعطيكم الخطرة الجاية كيفاش الاسرار باش تطلع معاكم العجينات معليش نقولهم لكم دروك العجينات المورقة تاعنا قبل ما نقولكم كيفاش طيبوها تدخلوها دروك الكونجيلات المجمد مين تبغو تسحقوها تجبدوها قبل بربعة سوائع لا تخلوها تدوب تولو تورقو فيها عادي خطرة الجاية ان شاء الله من نبغي نطيبها تاني نوري لكم كيفاش طيبوها وقال اسرار تاحا خدش العجينات المورقة لولا تبغي الفرن يكون حامي يعني يكون سخون بزاف ومن بعدها من يكون سخون ندخلو العجينات داخل في الفرن نخلوها غشوية تطلعو نقصو لها باش ما تجيناش خضراء خضراء من الداخل باش تتورقو تجي شابا هذه هي الوصفة تاع اليوم ان شاء الله نكون فتكم بحاجة وان شاء الله خطرة الجاية غادي ندير معاكم العجينات المكسرة لباخكات ندلكم كمية كبيرة ان شاء الله وباسهل طريقة باش ما يهودو لكم شف الفرن وغادي ندلكم تاني لي ميني بيتزا وتدسوهم ان شاء الله تاني في المجمد وندلكم سفيرية شبه الصفرة يعني ان شاء الله كل حاجة في وقتها السلام عليكم